التمانيتين تايماً فأربعة تلائية تلائية في أي حتة في العالم لهم اختصاصات ولهم أدوار ولهم مهارات كثيرة عشان تلعب أربعة تلائية تلائية لازم اتنين التمانيات دول يبقى ميزين عندك دفاعياً وهجومياً طبع المفروض ده وده احنا كنا بنشتغله من البطولة العربية صحيح ما نحكمل لك حسينا انه الخطة دي مش راضية تترجم هجومياً بسبب الاتنين التمانيات محتاجة وقت فكاد بتاخد الصفة الدفاعية أكتر صح كده؟ طبعاً عشان كدرات اللاعبين عشان بس أنا مش عايز أقول كدرات اللاعبين مش بقول وحشة بقى أنا كدراتي دي تعاية أكثر احنا اللعب بتاعنا عشان تطلعوا من اللي هو متعود فيه تطلعوا كده لازم بالدم عارفش محمد بسويلا ما هو مسج في الأرض بالعافية هو مسج فاللعب بتاعنا عشان اللي هو الحاجة اللي متعود عليها عشان تأقلمه وتشغل معانه هقولك على حاجة كلام ده حصل أنا محبش أقعد أقول الفترة بتاع بفايلر حاصل في الفترة شكل كويس صح ليه بقى؟ المدرب الوحيد اللي جينا للأهلي عمل فترة قهدها فخد وقته في الشغل اللعبك هتقهد شوي اشتغل صح فهي محتاجة وقت انت بتحبش تقول فترة بفايلر دي دايما عشان مسيماني ولا عشان لا لا مسيماني فترة اشتغل فترة ليه إيجابيات كتيرة جدا 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 لا أصله أنا بحبش أستدعي الماضي آه أوكي ما بحبش أنا عايز أمشي لقدام عايز أمشي لقدام مش معقولة كل ما نتزنق نستدعي الماضي طيب والماضي مش هيجي مش هتمشي صح مش هيمشي لا انت ادفع الناس انها تتقدم ادفع الناس انها تتعلم انها تتمشي في الجو اللي قدام الواقع الجديد اشتغلوا عارف الجونا الشهيرة اللي كنا نتعلم عنها لها بتاعت احنا حضارة سبع تلاف سنة حلو ان احنا حضارة سبع تلاف سنة ماضية عايزين نبقى حضارة سبع تلاف سنة قدام حلو ان احنا عندنا تاريخ كويس بس يبقى عندنا تاريخ تاني لازم تمشي لقدام اهو انت طول ما انت عملت السرع الماضي هتلاقي فيه ناس جاية تسبقك صحيح ناس جاية تسبقك عملت السرع في الماضي وتقول احنا كسبنا التلات بطولات بالمحليين ماشي ده معناها ان لما يبقى عندك عشرين محترف مش هتكسب تكسب انت عارف معناها دي لما تقول احنا جماعة زين الناس تحترف سهلوا الاحتراق يقولك لا ما احنا كسبنا ترجع كسبنا ماشي يا سيدي كسبنا محليين لكن القعدة الناجحة انه يبقى عندك كم كبير من اللعيبة المحترفة زي السنغيال 23 محترف زي نجيرة 23 محترف زي بوركي نفس زي قيمة المنتخب 23 بس هما عندهم 500 محترفين عندهم 500 اه انت بتختار انت كمان كمداري منتخب انت فاهم قصلي التفكير اللي بيعطل الناس صح او اللي بيعطل اللي عايز يشتغل صحيح انت بتضغط انك لا هي من المحليين طب يا عم احنا عشان كده النهاردة تلاقي تريز جي عشان طموح اللعب وهيلعب في بطولة اوروبا مع نادي ترابزون بيروح باربعة ونص مليون استردين تيجي تقول ايه ده ده النادي الاهلي مثلا او النادي الزمالك او النادي فيوتشر او النادي فاركو عندهم اجانب بتسمع كم ارقام قريبة ارقام قريبة طب ليه؟ طب احنا بقى صح؟ لا طب ولا احنا مش عارفين احنا واقفين فين؟ صح؟ فهدي بمناسبة المحترفين ترجمة نانسي قنقر